السلام عليكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل الإعلام القطري ساحب الأصول الإيرانية جابر الحرمي منزل تغريدة تستحق أن احنا نوقف عندها شوية بيعلق في التغريدة دي على مؤتمر بيرلين بخصوص ليبيا وبيقول مؤتمر بيرلين بشأن ليبيا تم استبعاد تونس البلد الجار والمغرب الذي شهد اتفاق السخيرات الناتج عن حوار ليبي ليبي دولي وتمخضت عنه حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا في 2015 بينما تمت دعوة مصر والإمارات الدعمتان للإنقلاب حفطر مؤتمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب أولا يا جابر يا حرمي مصر جرى الليبيا هو دعوتها طبيعية جدا 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 بحكم الجوار وبحكم البعد الاستراتيجي حط على ده كمان الثقل السياسي والعسكري المصر واخد بلك يا لمن الثقل السياسي والعسكري المصر ولكن أنا عارف كويس قوي أن اللي فارس أهلك مش دعوة مصر انت اللي فارس أهلك دعوة الإمارات بص يا جابر يا حرمي تعالي لي هنا علشان تديك دروس في الجغرافيا وفي السياسة كمان من خلاله يمكن تقدر تعرف الفرق ما بين الإمارات وقطر المسافة ما بين الإمارات وليبيا بالفعل كبيرة بس وجود الإمارات في بيرلين بخصوص ليبيا فدي مسألة بترجع لأحجام الدول وتأثيرها وقوتها مش الأحجام الجغرافية لا لا مش بس كده كمان الأحجام السياسية والثقة للسياسي لكل دولة على حدة دولة زي الإمارات هي دولة كبيرة بتبني قواعد عسكرية في بلدان تانية فأصبح جيشها من الجيوش اللي موجودة في أكتر من دولة في العالم ده بالإضافة إنه جيش وطني بانيته الإمارات وسلحته بأحدث المعدات والأسلحة وكمان الإمارات تفوقت في التصنيع العسكري سواء على أرضها أو بشركات بقى أرضها فأصبحت الإمارات دولة لها ثقل وحجم كبير سياسيا وعسكريا أما دولة زي قطر فهي بتجيب المرتزقة سواء من الفرسة أو من الترك علشان يحموها لأن جيشها لمؤخزة مهلهل حتى لما اشتغلت طيارات جابت له طيارين من باكستان علشان يركبوها ويطيروا بيها لأن ما عندهمش حد يطير بيها أنتوا دولة فقيرة يا جابر دولة فقيرة في الكوادر وأن كنتوا أرنية في الفلوس ولكن الفلوس ما تعملش ثقل سياسي ممكن تعملك ثقل اقتصادي ولكن سياسي ما تحاولش دولتك بخلاف أن هي بتستجلب مرتزقة علشان يحموها ويحمو قصر أميرها كمان بتجلب مرتزقة من الإعلاميين علشان يهجموا وينبحوا على كل الدول اللي بتعاديها أو الدول اللي فيما بينها وما بينهم خلاف ده برضو لأن دولتك ما فيهاش كوادر إعلامية تقدر ترطي قناة واحدة في رمئة زد دولتك كمان بتمول ميليشيات علشان تعمل أفعال في دول تانية جيش بلدك ما يقدرش أنه هو يعمله علانية تا إذا ما قدر لبلدك أنهيا كلها جيش دولتك اللي بتستضيف قوات أجنبية علشان تحمي قصر حاكمها السوري تميم الشاز عارف بتحمي من مين؟ من الشعب القطري دولتك اللي بتمارس دبلوماسية الشهنة السوداء والرشاو الدبلوماسية علشان تمشي مصالحها دولة غدارة بتردر بجرانها دي دولتك ويروح خال المقاتل مسمى الأمير بتاعك علشان يعزف الهالق قاسم سليماني في إيران قاسم سليماني قاتل العرب دون أدنى مراعاه لمشاعر العرب اللي المفروض أنه هو ودولته بينتموا ليهم دي دولة العالم والساسات وقادة الدول الأخرى عارفين كويس قوي أن هي دولة بلا قيمة وتأثيرها بيساوي صفر مكعب ده حتى أردوران اللي قاعد يزعب بقبل مؤتمر بيرلين علشان قطر تحضر المؤتمر بصفاتها ادى الدول التركي فشل في كده كمان ومحدش عبار ومحدش دعا قطر وتعالى بقى فكرك بتاريخكم لسود لما بتدخلوا في الشؤون الداخلية لدول تانية فاكر لما ادخلتوا في الشأن الليبناني سنة 2008 بعد أحداث أيار كانت الدولة الليبنانية وقتها عزمة على فرض يهبتها أمام حزب الله فقمتوا جمعتهم في الدوحة ومارستوا دبلوماسية الشونط السوداء القذرة ولكن لصالح مين؟ لصالح حزب الله اللي خرج منتصر بعد اجتماع الدوحة بعد ما كان قابق أو سيني أو أدنى من أنه هو ينتهي في لبنان واحتفظ حزب الله بشبكة الاتصالات الخاصة بو رغما عن الدولة اللبنانية واحتفظ بالثلثة المعطل في الحكومة اللبنانية ورجع للواجهة اللبنانية أقوى من الأول كمان حزب الله اللي بينفذ توجهات إيران على الأرض اللبنانية بدعم منكم من دولتكم ده نموذج لتدخلات دولة الخيانة العربية قطر في الشأن العربي أما الإمارات يا جابر يا حرمي فهي بتدخل لصالح كيان الدولة الليبية ثانية واحدة حيطلع لي واحد يقول لي حفتر انقلابي انقلابي مين يا سيد ده حفتر بيمتلك شرعية أكتر من اللي بيمتلكها السراج عميل أردوران السراج غير منتخب وحكمته الشرعية انتهت من أكتر من سنتين بحسب اتفاق السخيرات اللي ادها شرعية بينما حفتر مفوض من البرلمان الليبي اللي انتخبوا الشعب الليبي علشان كده بقول لك ده الفرق ما بين قطر وما بين الإمارات الإمارات بتدعم وبتحمي الدولة الليبية من السقوط في براثن المحتل التركي بينما قطر صغيرة جدا مش بس بالمساحة إنما صغيرة كمان حتى في مقامها السياسي قطر بتدعم السراج وأحلام أردوران في احتلال ليبيا وصطوا على ثرواتها النفطية من خلال تمويل المرتزقة اللي أردوران بيجيبهم من سوريا مقابل مبالر مالية تتراوح ما بين 2000 و 3000 دولار شهريا لكل مرتزق بص يا حرمي أنا عارف إن الإمارات مشكلة كبيرة بالنسبة القطر ولكن أتمنى إن المشكلة دي ما تنسكش حجمك الطبيعي والحجم بلدك الطبيعي اللي أقل من إنه وتشاف حتى بالميكروسكوب ما هنتوا تعودتوا إنه أنتوا تصولوا وتجولوا في القضايا العربية من سنة 1996 بتفويد من الأمريكان والصهاينة والنتيجة إن إيران احتلت أربع عواصم عربية وتركيا بتحتل ترابلوس الليبية وماليين القتلى والمهجرين العرب ده نتاج سوالاتكم وجوالاتكم في الشؤون العربية أما بخصوص المعاطعة بعد سنة 2017 يا جابر يا حرمي فبقى أقصى إمكانياتكم وأحلامكم إن أنتم بتحضروا مؤتمر زي مؤتمر بيرلين بصفاتكم دالدول للأغة التركي وكفى على ساعة لحد كده نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة